عندي هولدي الكتاف بكتافي والرأس والرجلين عندي رجلين بجوش كايدررين مكاكلش نتنشع بلموك يعني تقصد أن فيهم ألم فيهم ألم من عاما ولدي بقالك أدي على الحالة ديت هذا بزار كم سنة يعني نقول لك رها ده بعشرين عام وحد رجل عندي كتنفخ وحد رجل عادي ده بعام من البدات كتتحرقني بزارة ليس رق يعني بقالك عشرين سنة على الوضع ده نعاما ولدي نعام ولكم سوفين عام طيب طيب كم عمر الحق الكريم الله يرضى عليكي ستين عاما ولدي الله يبارك في عمرك غمض عينك حد من ولادي جنبك ولا أنت أعد الوحدك حق لا عندي أختي حدايا طيب خلي أختك تحط يدها على الكتاف كده وتملس عليها بسم الله وعلى مكان الآلام خلاص؟ بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلان في أعناقهم والسلاسل يصحبون وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان ضاختان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرط فهو يشفين الآن حرك كتافك يا حجة اختفى الألم نعم يا والدي اختفى الألم نعم اختفى الألم وتختفى الألم من كتافي طب والرأس نعم شوية الراس شوية نعم شوية شوية طيب أمضع عينك الآن نعم وحرج بالله العلي العظيم على أي عارض بيسكن في الرأس أن يسحب ذو من الرأس يختفى الألم من الرأس الآن يختفى الألم من الرأس الآن بسم الله فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وإذا مرط فهو يشفين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها من الناس لعلهم يتفكرون راح تستضع من الرأس الآن صحيح إن شاء الله شوية تقال علي شوية رأسك تقل عليك شوية نعم وحرج بالله العلي العظيم على من يسكن في الرأس في عندك ألم تاني في أي موضوع غير الرأس؟ لا باقي الرجلين والرأس باقي الرجلين والرأس صح؟ نعم نعم حرج بالله العلي العظيم على من يسكن في القدم والرأس أن يسحب ذو الآن العرض الذي يسكن في القدم والرأس حرج عليك بالله العلي العظيم أن تترك رأس والقدم الآن أرجو من كل إخوة اللي يسمعون أنهما يدعو لها أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيها يسحب الآن من الموجود في الرأس والأكتف يسحب الآن من الموجود في الرأس والأقدم بامر الله العرض اللي موجود في القدم والرأس انزل الآن من الرأس واخرج من القدم طاعة لله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مردت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هذا تختفي الآلام من الفراص الآن راحت الآلام من الفراصك؟ شوية الحمد لله خفت بنسبة كم في المئة؟ الحمد لله عشرين في المئة والعلام اللي في القدم؟ شوية الحمد لله شوية خفت بنسبة كم؟ نعم عشرين والعلام اللي في الكتف نهائية الحمد لله الحمد لله طب غمض عينك كده؟ نعم الجن اللي موجود في الرأس انزل من الرأس الآن انزل من الرأس للدرع اليسار الجن اللي موجود في الرأس وسبب آلام في الرأس انزل من الرأس للدرع اليسار والجن اللي بسكن في الركب والمفاصل اخرج من القدم الآن وحرج عليكم بالله العلي العظيم أن تتركوا الرأس والأقدام يسحب لذا من الرأس ويسحب لذا من القدم الآن بأمر الله بسم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعتوا الجزية عيد وهم صاغرون إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرع فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنام ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله يسحب الأذى في الرأس ويسحب الأذى في القدم بأمر الله إلى أن راح السدع من رأسك صحيح؟ الحمد لله نعم الحمد لله ورحم القدم؟ الحمد لله جسمك كله تمام دلوقتي حق ما فيش لألام في الرأس ولا ألام في الكتف؟ نعم نعم قولي والله ما عندك ألام لا في الرأس ولا في الكتف ولا في القدم؟ والله ما عندي ألم دبا والله ما عندي ألم ولدي الحمد لله لزعفك يا حج مع السلام اخترف الألم الحمد لله الحمد لله لا يتكرمك يلا مع السلام